عن سرعاتك في شغلك أو في محيط شغلك مثلا إزاي حد يعني أنت عسيلي بدأت بلون جديد بلون مختلف هو لونك لوحدك وزي ما كنا بنقول أنت أول حاجة عملتها أغنية مجنونة كان بالنسبة للناس وقتها مطر بطلع بستايل جديد بشكل جديد بأغنية جديدة كل حاجة مترقعة مظبوط تمام إزاي أنت النهاردة ممكن مثلا تقول على لون من الأغاني ماهو دا لون مش حلوة أو دا لون هيبقى موضة قديمة أو دا لون موضة وهتروح أو أو إنت مثلا قلت كده على المهرجانات والرعب لا ما قلتش كده على الرعب بالعكس المهرجانات والرعب بجد؟ أه لا أنا ما قلتش إن دي حاجة هاتنية خلي بالك إن أنا قلت إيه أنا بتتكلم على إنه في ألوان معينة من الفن لو الإنسان اللي هو بيعملها ما تجدتش هتروح دا كل أنواع الفن كل أنواع الفن واتكلمت على إنه بدليل إنه المهرجانات بشكل أو بآخر حصل إن هي ما بقيتش زي الأول وفأنا ما عنديش وعلى فكرة الحاجات الحلوة من المهرجانات أنا بحبها جدا وفيه ناس زعلت مني وإنت وش عارف إيه وحاجموني أنا زعلوا وردوا آه زعلوا وردوا أنا من الزبالي اتحكت وسعب عليهم جدا فيه واحد أنا قلت إنه هو رقم واحد على كل المنصات بس أنا فعلا ما عرفش هو بيغني إيه وعلى فكرة أنا ابني بيحبه جدا وحافظ كل أغنية دا بجد بس أنا فعلا عمري ما اسمعته مش مش تقليلا ليه بالعكس يعني ولو أنا تقليلا ليه هقول إنه هو رقم واحد على كل المنصات دا بجد هو رقم واحد على كل المنصات والجيل الصغير كله 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 بجاب مختلف الطبقات بيسمعوا وبيسمعوا الناس اللي شبهوا وما يعرفوش أغانينا إحنا أنا بتكلم على اللون لو اللون مش حقيقي لو اللون مبني على الفرقعة الفرقعة بتبقى زي ما يقول تبقى لحظية لحظية وترند وبيختفي انت شايف المهرجانات جزء كبير منها فرقعة دا بالعكس المهرجانات عمتا دا لون جديد ولون مصري أصيل خلي بالك ايه دا اللي بقصود لون مصري أصيل وحاجة بتاعتنا قوي وبتاعت الشارع قوي قوي دا اللي بقصود الفكرة إيه إن انت لقوا وفضل تتكرر نفس اللي انت بتقوله كل مرة خلاص بنفس الطريقة بنفس الشكل دور على أفكار مختلفة اعمل حاجات جديدة عشان تقدر إن انت تحفظ على فنك دا إنه ما يبقى فن خلي بالك أنا قلت في الرعب كمان قلت اللي لازم يكمل هو اللي هيكمل إنه هو يفضل يبقى مختلف والمهرجانات نفس القصة والفن كله نفس القصة الحاجة اللي هتفضل هتفرقع شوية الحاجة اللي هي مش جاية من جواك فانت ممكن انت تبقى في أول مشوارك كنت بتعمل حاجات طالعة من جواك وبعد كده ابتديت إن انت تتأثر بالمحيط اللي حواليك فانت بقيت تعمل حاجات كلها شوها بعض مكنتش قصة صراع وتجريت له بشكل غير مقصود خالص 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 بالعكس أنا بتكلم منتح سننية طب ليه لما ردوا بالشكل دا ما ردتهمش ليش؟ يعني أنا براديهم جدا بالعكس يعني هم الناس اللي هو رقم واحد على كل المنصات انت رقم واحد على كل المنصات انت ناجح جدا 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 عيسام صاصة وراجل جميل وراجل لطيف جدا وراجل محترم هو صعب عليه جدا أنا وليه مش قصلي حاجة فعلا بالعكس أنا بقول له أنا ابني بجد بجد بيحبك جدا وبيسمعك هو كل صحابه بجد وانت فعلا رقم واحد دي حاجة ما ننكرهاش مافيش أي تقليل احترام وبالنسبة للناس التانية حمو شكوش مثلا يعني بالعكس أنا حسن بحبه جدا ومؤمن جدا بموهبته وعرف انه هو جامد جدا وبالعكس أنا بقول له ده أنا قابلت وقلت له عايزك يا الله تركز واعمل حاجات مختلفة وكسر الدنيا فانقظين هو بالعكس لما يقول ان احنا هنكسر الدنيا ونوريه يا ريت بالعكس انا مش بهاجم حد ولا بقى يعني القصة لما الأمور تتشخصن بتبقى مش حلوة بالعكس أنا بالنسبة لي كان تصريح غريب جدا غريب على شخصية عسيلي بالعكس انا مقولش حاجة والله يعني غريب على حد اصلا لونه جديد وفرش وعنده لون بتاعه لوحده بالعكس انا لا احكر على اي نوع من الفن وكدت حتى يعني انا اقبل ده من مطرب وخلي بالك انا كنت من اكتر المنتقدين لمنع المهرجانات والقصة دي ده غلط جدا 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 ان انت يمفعش تمنع فن انا ضد التجمد في الفكر بالعكس ده انا قلبي عليهم يعني انا بالعكس انا عايز ان الدنيا عايزك تبقى اقوى وعايزك تبقى انجح وعايزك تبقى اجمد ما بتحاولش يا عسيلي تفسر الظاهرة ان مثلا المهرجانات توصل للارقام دي بتبقى رقم واحد رغم وجود مثلا ناس تانية كتير مهمة ونجوم كبار طبعا طبعا بركز بتشوفها ازاي بشوفها ان هي انعكاس للزوء العام وانعكاس للناس عايزة تسمع ايه وانعكاس لان ممكن تكون الناس زهقت من المعتاد والمجتمع بيتغير بشكل كبير جدا وفي ناس اجيال صغيرة بتطلع وبتسمع حاجات مختلفة ما تقدرش ان انت تفضل في نفس السكة دي الراعي الرسمي للفرحة وفرحتك عادة ما بتكملش مع انك دايما عايز تعيش بحب ايه اللي بيحصل؟ جيتي عالجرح حسيت حسيت مقدرش عايش مش مبسوط دي حقيقة ودايما زي ما بقولك من الصراع البحث عن السعادة البحث عن السعادة بيتطلب شجاعة وانا في الموضوع ده شجاعة بعرف امتى اخد قرار ان انا ادور على ساعاتي الحقيقية حتى لو ما لقيتهاش هفضل ادور عليها ومؤمن بيها ومؤمن بالمبدأ ده في الحقيقية اشتركوا في القناة